بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لتحرير سيناء وأكد رئيس مجلس الشيوخ في برقياته أن هذه الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية صارت منبعا لا ينضب من العزة والكفاح والولاء والانتماء ودرسا في الحفاظ على التراب الوطني وتأكيدا على أن الحفاظ على الوطن واجب وحق ولم ولن يتوانى أي مصري على أرض هذا الوطن عن بذل كل غال ونفيس للحفاظ عليها